السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرتنا في هذا اليوم في مادة علم النفس الاجتماعي عن نشأة علم النفس الاجتماعي وتطوره لقد بدأت نشأة علم النفس الاجتماعي في أحضان الفلسفة اليونانية القديمة ثم مزج بين الفلسفة والعلم ثم صحح أن من نفس الاجتماعي مساره حتى اتضحت اتجاهاته العلمية في القرن العشرين وتحول إلى علم تجريبي نأتي إلى همية دراسة النشأة والتطور إن الذين لا يعرفون نشأة العلم ومراحل تطوره يكررون أخطاء الماضي والذين يعرفون تاريخ العلم يتعلمون من خبرات الماضي والماضي ليس كله أخطاء فلقد ترك الأولون في الدراسات النفسية والاجتماعية ثروة ضخمة من الملاحظات الأساسية والفروض الدقيقة والآراء الذكية التي ما زالت صحيحة حتى يومنا ولقد عجز هؤلاء الرواد عن بناء أدوات علمية دقيقة للبحث النفس الاجتماعي لقصور مفاهيمهم التجربية ووسائل تحليلهم الأحصائية الرياضية ولقد فشلوا أيضا في صياغة النظريات المناسبة لتفسير الظواهر التي لاحظوها لتخلف أدوات البحث العلمي المتاحة لهم وقتئذ ولميلهم السريعي للتعميم الذي لا يستند إلى النظر الفاحصة الشاملة التي يرقى بها إلى مستوى النظرية النشأة الفلسفية لعلم النفس الاجتماعي يعتبر علم النفس الاجتماعي كغيره من العلوم الإنسانية الأخرى وليد الفلسفة اليونانية القديمة ولقد كان جوهر الطبيعة البشرية هو المحور الرئيسي للنشأة الفلسفية لعلم النفس الاجتماعي ويمكن أرجع الفضل في نشأة هذا العلم إلى أفلاطون وأرسطون فلقد حاول أفلاطون تفسير السلوك الإنساني على أساس أنه الناتج العام لمؤثرات المجتمع المختلفة سواء كانت مؤثرات التربوية أم اجتماعية أو مهنية وما شابه ذلك حيث يمكن لهذه المؤسسات أن تغير الطبيعة البشرية وتوجهها كما تشاء وحاول منى حدوث الأزمات الاجتماعية والحروب كما تمثل ذلك في كتاباته في كتابي الجمهورية والقوانين حيث عرض في كتابه الأول الجمهورية المبادئ والنظم التي تقوم عليها المدينة الفاضلة فلقد قسم المجتمع إلى ثلاثة طبقات وهي الطبقة العاملة العامة وتقابل النفس الشهوانية وطبقة الجند وتقابل النفس الغاضبة وطبقة الحكام وتقابل النفس العاقلة ويرى فلاطون بأنه من الممكن التعرف على قابليات الأفراد عن طريق التربية الخاصة وإجراء الاختبارات في المراحل العمرية المختلفة لتصنيفهم بشكل يساعد ذوي القدرات المتميزة في الارتقاء إلى المراكز العليا أما الأقل قدرة فيوضعون في المراكز الأدنى وهذا التصنيف يتيح لهم الدخول في مؤسسات تربوية خاصة بكل طبقة من طبقات المجتمع أما أرستو فلقد اهدم بدراسة الحقيقة الاجتماعية وحاول أن يكون أكثر واقعية من إفلاطون وحاول الاهتمام بالإصلاح المحكومين قبل الحكام وفسر سلوك الإنسان على أساس الوراثة البيولوجية حيث يمكن فهم طبيعته من خلال دراسة استعداداته الوراثية التي تتم توارثها من الأجداد ويصعب تغييرها مما يجعل السلوك الإنسان مطبوعا بها وهذه الاستعدادات الوراثية هي التي تكون السلوك الجامعي كما مؤكد على أهمية الدولة والمجتمع من جهة وأهمية الجماعة مثل العائلة من جهة أخرى ولقد حاول أرستو في كتابه الخطابة معرفة كيف يؤثر الخطيب على مستمعين وذلك من خلال معرفته لميول المستمعين كما يرى أيضا أن كل فرد منا يفضل للأشياء التي تتفق مع ميوله واستعداداته كما حاول أرستو أيضا في كتابه الأخلاق أن يبين بأن انسجام الأفراد وتعاونهم يتوقف على مدى اتفاقهم من وجهة النظر السلوكية وقسم المجتمع إلى مجموعتين المتمدنين والبربر كما يعتقد بتأثير المناخ في نفسية الجماعة والمجتمع بالإضافة إلى ذلك ذكر أرستو في كتابه الأخلاق الشروط التي يجب توافرها لقيام الصداقة مثل تقارب المكان الاجتماعي وأن الشخص كلما ارتقى في المركز الاجتماعي قلت نسبة ما يفقده من الصداقات وإلى آخره كما أثر المفكرون العرفي نشط علم النفس الاجتماعي حيث نجد أن المعلم الثاني أبو نصر الفارابي في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة يتحدث عن خصائص الزعام الفاضلة وعن تماسك الجماعة وأسبابها ثم يحصل سمات الزعيم ويرى أن ما يعود إلى الجانب الوراثي نظر إثنع السم أما ما هو مكتسف فهي سمات سلامة الجسم حسن الفهم عفوا والقدرة على الحفظ والفطنة وحسن العبادة والتعبير والحب التعليم والقصد في طلب الملدات وحب الصدق والمصارحة وحب الكرامة والعدل وكره الظلم كما أكد الفارابي على الجانب النفسي الاجتماعي في اختيار الحكام حيث يرى أن الحاكم يجب أن ينشأ نشأ سليم في ظر يعاية اجتماعية خاصة توفر له تكوين نفسي سليم أما عوامل تماسك الجماعة فيرى أنها الاشتراك في اللغة واللسان والاشتراك في المنزل والاشتراك في الطعام يؤكل وشراب يشرب والإحساس بخطر مشترك والألفة وهول التلاقي ويعتبر ابن خلدون المؤسس الأول لعلم الاجتماع وصاحب الفضل الكبير على الدراسات النفسية الاجتماعية فقد أوضح أن الحياة الاجتماعية ظاهرة طبيعية أما ظروف الحياة الاجتماعية فهي تتحدد في ضوء التعامل والمؤثرات الجغرافية والمناخية ومبين أثر العوامل النفسية والاقتصادية في حياة المجتمعات البشرية ويؤكد أيضا أن الإنسان هو الكان الاجتماعي الوحيد الذي يحتاج إلى السلطة لأن عدمها يؤدي إلى سيطرة القرائز الطبيعية والسلطة تركز على القوة والشجاعة والتلاحم الاجتماعي العصبية القبلية وقشبها ابن خلدون المجتمع البشري بالإنسان حيث يمر بأطوار ثلاثة وهي طور النشأ والتكوين والتغل وتغلى في البداوة وخشونتها يكون هنا السلطان تابعا وطور النضج والاكتمال حيث يتبلور مركز الحاكم والسلطان ثم طور الهرم والشيخ ويكون المجتمع ضعيفا في تماسكه الداخلي وفي وقوفه ضد الأخطاء ويخصص ابن خلدون فصلا في مقدمته عن التنشئ الاجتماعي موضوعه تعلم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه حيث يرى أنه من ضروري أن يكون التعلم القرآن يوصل الصبي إلى مستوى من التفكير الذهني الذي يمكنه التفكير لفهم معاني القرآن الكريم كما يرى ابن خلدون أن القسوة في معاملة الأطفال الصغار يؤدي بهم إلى لجوء إلى المكر والخبث والخديعة أما ابن سينة واضح وكثير من الموضوعات التي تدخل في نطاق علم النفس الاجتماعي مثل الأساس الاجتماعي للمرض النفسي والتنشئ الاجتماعي فابن سينة يرى أن الاضطراب النفسي له علاقة بتفاعل الفرد مع الجماعة فقد جاء في كتاب ابن سينة الأصل والعودة عام 98 ميلادية أن أحد جواري الملك كانت منحنية للأسفل لرفع عدوات المائدة وكان ضيوف الملك جالسين حوله فأصبت بمرض الروماتيزم المفاجئة في المفصل لدرجة أنها أصبحت غير قادرة على أن تأخذ الوضع الطبيعي لجسمها وحار أطباء الملك بأمرها فعادوا إلى ابن سينة ليعالجها نفسيا ركز ابن سينة في علاجه للجاري على انفعال الخجر وأثره في المرض فقد بدأ برفع ملابسها بادئا بالبرقع ثم الخمار وهكذا ذلك ليشكل عند المريضة انفعالا مضادا الإشراط المضاد مما أوقف المرض عند الجاري فشفيت وعادت إلى حالتها الطبيعية أما فيما يخص التنشية الاجتماعية يقول ابن سينة على الوالد الصبي أن يبعده عن مقابح الأفعال ومعايب العادات بالترهيب والترغيب والتوبيخ فإن احتاج إلى الضرف فليكن وهذا ما يؤكد دور الأسرة في عملية التنشية الاجتماعية وخاصة أب وفي عصر النهضة يصف توماس هويزي الحياة البشري في حالته الطبيعية وتمثلت آراءه في علم النفس الاجتماعي في كل من دوافع الاجتماع وسلطة القائل فهو يصف حياة الفرد خارج الجماعة بأنها نعزالية وأنانية ويلخص دوافع السلوك البشري في البحث عن المتعة والابتعاد عن الألم وأن الكل في حرب ضد الكل وأن الحاجة واستشعار القوة يجبران الفرد على أخذ ما يمكن أخذه من خيرات الأرض فأن لم يفلح بالقوة لجأ إلى المكر والخدع ويرى هويز أن المجتمع هو الذي يسيطر على هذه الدوافع ويوجهها للحفاظ على السلم والحياة الاجتماعية السليمة والمجتمع حسب رأيه ليس طبيعيا وإنما هو ضروريا نتيجة للتعاقد الاجتماعي وقد ميز هويز بين ثلاثة أنواع من الحكومات الحكومة الديمقراطية والحكومة الاستقراطية وأنه حكمة الأقلية ثم الحكومة الفردية حيث يحكم الفرد المتميز في عقله وحكمته وهذه الحكومة الأخيرة هي المفضلة لديه ويرى هويز بأن الحاكم لا بد أن يتمتع بسلطة مطلقة لا يحدها أحد ما دام الحاكم هو الدولة فالحاكم حسب رأيه هو الإله الأرضي والذي يكفل للمجتمع عوامل طمأنينة والعيش والمستقر والسلام أما جاك كروسو فيرى في كتاب العقدة الاجتماعية إن الإنسان خير بطبيعته وطابعه العام نكران الذات وأن الحضارة التي أفسدته وأن الإنسان خارج الجماعة ليس لديه من الأهواء والميول إلا بقدر محدود وأن الطبيعة الطبية عند الإنسان تتطلب أيضا ظروفا اجتماعية خاصة لكي تنمو وتتطوع واتخذ البحث في السلوك الاجتماعي للفرد وجهة بيئية وذلك حين أعلن مونتيسكيو مذهبه الذي يرجع السلوك الاجتماعي للفرد لأثر المناخ وكان يعتقد أن المناخ الحار له أثر في انتشار الرق والبارد لا يساعد على الرق وحاول استيناد لهذا أن يفسر أنماط النظم السياسية والطبقات الاجتماعية والتقاليد والخلق ولكن هذه الآرات تنطوي على قدر كبير من المغالطة وتتعارض مع المظاهر الحياة الاجتماعية ويرجع الفضل في تطور علم النفس الاجتماعي إلى تشارلز داروين الذي أعلن في كتابه أصل الأنواع عام 1859 نظريته في النشوء والتطور والتي دفعت بالكثيرين أنذار جالتون إلى دراسة العوامل الوراثية والاختلافات العقلية والنفسية بين الأفراد وكذلك مورجان الذي يرى أن الحياة الاقتصادية تخضع هي الأخرى لقانون التطور فقد تطورت من مرحلة الصيد إلى الرعي ثم إلى الزراعة كما رأى هربت سبينر أن السلوك الاجتماعي يتبع في تطوره وخطوات خاصة تخضع لقوانين أساسية في تطورها وأن دراسة السلوك الاجتماعي للفرد يجب أن تبدأ بدراسة النشأ الأولى لهذا السلوك علم النفس الاجتماعي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وفي المرحلة التي تليه النشأ الفلسفية لعلم النفس الاجتماعي ويعتبر كل من موريتيز وهرمان من رواد الانتروبولوجيا الألمان والمؤسسين الأوالي علم النفس الاجتماعي فقد أصدر عام 1860 مجلة لهذا العلم سمية علم النفس الشعوب واهتمت الدراسات التي نشرت في هذه المجلة بالبحث عن القوانين العامة والمباتلة الأساسية للعقل البشري والتي يمكن ملاحظتها في الانشطة الاجتماعية للفرد من خلال اللغة والعادات والقيم وغير ذلك والتي تشكل بوجه عام سلوكياتهم واعتمد كل من لازارز وشتانيهل على السلوب الملاحظة الدقيقة في الحصول على المعرفة المتعلقة بدراساتهم في هذا المجال مما جعلها بداية صحيحة وجادة تمهد الطريق العلمي لعلم النفس الاجتماعي وقد قسم كل منهما ميدان علم النفس الاجتماعي إلى ميادين الأول يبحث في العوامل النفسية والاجتماعية العامة التي تفسر سلوك الجماعة كافة والثاني في العوامل التي تفسر سلوك كل من أنواع الجماعات أما العالم الألماني في ليل هونفوند فيعد المؤسس الأول لعلم النفس التجريبي وصاحب أول معمل في علم النفس عام 1879 بألمانيا في مدينة لابزيت ولقد وضع برنامجا حدث له ستون عاما لقامة علم النفس على أساس فايتولوجي وعلى أساس اجتماعي ونشر دراساته في عشرة مجلدات تحت اسم أساسيات علم النفس الشعوب في سنة 1900 إلى 1920 فعلم النفس الاجتماعي بالنسبة له هو يعني النتاج العقلي العام للمجتمعات كما يبدو ذلك في اللغة والقوانين والأساطير والعلم والمأثورات الشعبية وكما يبدو في العوامل النفسية التي تواثر في الأسرة والقبيرة والعشيرة والدولة واللغة في نظر فوند كما هي في نظر كل من علماء النفس الاجتماعي على جانب كبير من الأهمية في دراسة نفسية الأفراد ولقد كان لفوند الكثير من الأبحاث عن السلوك اللغوي والذي يعد بمثابة وسائل الاتصال ولهذا فإن تأثير فوند في علم النفس الاجتماعي كان على جانب كبير من الأهمية وتلمس ذلك من خلال كتابات أميل دورغهام وأتباعه الذين تأثروا بالمدرسة الألمانية وخاصة فوند وقبل نهاية القرن التاسع عشر اتجا عدد من العلماء الفرنسيين لدراسة أثر الجماعة في السلوك الفرد وأثر السلوك الفرد في فرد آخر ففي عام 1843 نشر بريد كتابا فسر فيه ظاهرة التنويم تفسيرا أقرب إلى العلم وسماه التنويم الصناعي بدأ من التنويم المغناطيسي وأنكر فكرة مسمى عن المغناطيسي الحيوانية وقال إن التنويم يحدث نجيجة تركيز عين الشخص فترة طويلة على نقطة مضيئة بما يحدث شالينين في المراكز العصبية للعينين وما يتفرغ عنها ويؤدي إلى خلل في الجهاز العصبي ثم يكون التنويم الصناعي في عام 1860 اهتم لي بولت بالتنويم الصناعي وأكد مع برنهايم على أهمية الإيحاة في عملية التنويم وفي الشفاء بعض الأمراض وكونا مدرسة نانسي في باريس والتي عرفت الإيحاة بأنه الأفكار التي يتقبلها المريض وتقودهم مباشرة إلى معتقدات وسلوك لم يسبق له ممارسته وقدمت مدرسة نانسي طرقا جديدا لأحداث التنويم بالإيحاة اللغضي وأصبح التنويم بين موضوعات علم النفس الاجتماعي أما جبرائيل تارد فيرى أن المجتمع والظواهر الاجتماعي وتطور الاجتماعي تعدمت على ظاهرتين أساسي الثلاثين هما المحاكات والإبداع وهتان الظاهرتان كما يرى الكود وكارمن تعودان إلى الفرد نفسه وتوفران التطور الاجتماعي كما يرى تارد بأن التجديد والإبداع هما الأساس الحقيقي للتطور والتقدم الاجتماعي ثم تصبح المحاكات العنصر الرئيسي لنقل الاختراعات ومظاهر التقدم وفي عام 1980 ألف تارد كتابا سماه قوانين التقليد وفيه حاول أن يحلل بشكل منطقي أشكال التفاعل الاجتماعي فالتقليد في نظره يشمل كل التأثيرات التي يمارس الإنسان على إنسان آخر كما تأثر تارد بتجارب برنهايم وتجارب مدرسة ناسي المشهورة بدراسة التنويم المغناطيسي وبملاحظاته عن المجرمين وذهب إلى أن الإجرام لا يعود على التقوين البيولوجي للمجرم بل إلى طبيعة المجتمع والبيئة التي يعيش فيها المجرم ونتاج للقوى المتفاعلة المتصارعة في المجتمع وفيما بعد ظهر الطبيب الفرنسي وعالم الاجتماعي غوستاف لوبن ومن أهم كتبه سيكولوجيا الجمهور حيث حاول أن يصف الجماعات البشرية باستوب وصفي حيث يصف كيف تؤثر الجماعة في الفرد وكيف يؤثر الفرد في الجماعة ومن ناحية النفسية وكيفية تأثيرها تأثيراتها الاجتماعية المتفاعلة استنت لوبن في دراساته إلى دراسة مدرسة نانسي في الهستيريا والفزع وبعض الظواهر النفسية الشادة وتأثير الإيحاء وقال أن الذكاء يتعطل في الجماهر وأن اللاشعور والانفعال هو الذي يسود عندهم وأرجع ذلك إلى أن الجماهر عقلا جمعين أحطى في مستواهم من عقول الأفراد التي تتألف منهم حشود الجماهر كما تناول السماة العامة للجماعة وكيفية تأثيرها على أفراد مما يجعلهم يسلكون سلوكا يختلف وهم مجتمعين عنه إذا كانوا منفصلين أما علم النفس الاجتماعي في القرن العشرين وضحت الاتجاهات العلمية لعلم النفس الاجتماعي في القرن العشرين حيث كانت قبل ذلك عبارة عن موضوعات متفارقة لا علاقة بينهما وكانت المفاهيم المستخدمة ووصفية لا تعتمد على البحث العلمي والتجريب وتتسم بالتعصب والذاتية ويبتعد عن الموضوعية ولكن في بداية القرن العشرين نشر دي شارس كولي في عام 1902 كتابا سماه الطبيعة البشرية والنظام الاجتماعي حيث يرى أن المجتمع يكون طبيعة الإنسان فالطبيعة البشرية لا تنشأ تدريجين ولا يكتسبها الإنسان إلا في مجتمع مما يجعل الفرد والمجتمع حسب رأيه وشيئين لا يمكن أن يفصل بينهما ولهذا فإن الوعي بالذات الفردية لا يتطح إلا في إطار الذات الاجتماعية وكان لوكلي اهتمامات خاصة في نمو السلوك الاجتماعي والتنشيئ الاجتماعي فهو يوضح لنا كيف أن الاحساس بالذات ينمو من خلال تعامل الفرد وتفاعله مع الوالدين ومن خلال الإحساس بالذات الاجتماعية التي تعدمت في نموها على الشعور بالملكية المتبادلة بين الأنا والآخر والملكية العامة للأسرة ويوضح ذلك في كتاب نشر له عام 1909 بعنوان التنظيم الاجتماعي حيث يركز فيه على المجتمعات البدائية التي تتميز بالتعاون الوثيق والتأثير المتبادل وكيف أن الذات الفردية تتحت تماما في الذات الاجتماعية وفي عام 1908 نشر أول كتابين باسم علم النفس الاجتماعي أحدهم من تأليف العالم الأمريكي إدوارد روس وهو من علماء الاجتماع والذي يعتبر السلوك الاجتماعي وظيفة للتفاعل الاجتماعي ويفرق روس في كتابه وهذا بين علم النفس الاجتماعي الذي يدرس التكيف والتعاون والتنشئ والتباعد الاجتماعي وبين علم الاجتماع النفسي الذي يدرس النجوانب النفسية للجماعة كما يرى أيضا أن المجتمع ينشأ من تفاعل العقول الفردية نتيجة عمليتي لإحاوة التقليل ويكون في هذا متأثرا بنظرية جوستاف ليبون في الإيحاء أما كتاب الثاني فقد ألفه ويليام مكدو جال وهو من علماء نفس الاجتماعي البارسين وفي كتابه المدخل إلى علم النفس الاجتماعي عام 1908 وضح فيه أهمية علم النفس في دراسة المجتمع كما بيّن دور الميول والاتجاهات الفطرية في الحياة الاجتماعية وأبرز أهمية الخراز واعتبرها المحرك الأساسي لكل نشاط بشري والدوافع ألهامه للسلوب كما عرف مكدو جال الغريزة بأنها استعداد فطر معقد ورأى أن هناك عدد من الغراز وهي أساس الحياة الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي وهي منابع كل أنواع النشاط الاجتماعي وصلنا في مكدو جال هذه القوة الدافعة إلى سبعة غراز رئيسية لكل منها حالة الانفعالية الخاصة بها الهرب وانفعالها الخوف النفور وانفعالها التقزز الاستطلاع وانفعالها التعجب المقاتلة وانفعالها الغضب وانفعالها الزهوة وانفعالها الحنول الوالدي وأصدر مكدو جال أيضا كتابه وثاني علم النفس الاجتماعي في عام 1920 وأسماء العقل الجماعي وبسط أساس علم النفس الاجتماعي وفسر فيه نفسية الشعوب وأخلاقها ونشأت فكرة العقل الاجتماعي من اختلاف سلوك الجماعات عن سلوك الأفراق فقد تجنحت الجماعة إلى سلوك شاضع دواني وهي بسلوك هذا تختلف عن سلوك كل فرد من أفرادها ولذلك افترض وجود عقل جماعي عام يسيطر على العقول الجماعات ويتميز عن مكوناته الفردية ويقرر في نشد هذا العقل أن الكل لا يتكون فقط من المجموع العددي للوحدات الجزئية التي تتكون منها بل يتأثر بشكل عام للوحدات المجتمعية ويتأثر أيضا بالعلاقات المختلفة التي تربط الجزء بالجزء والجزء بالكل والكل بالجزء وكان مكتو جوال متأثرا بنظرية الطور وكان بيولوجيا في اتجاهه العلمي على أن آراء مكتو جوال صادفت هوا في نفس كثير من السايكولوجيون والفلاسفة ولكل مذهبه في الغريزة لم يلق قبولا عند جون ديوي ولا عند عالمي الاجتماع ميد وكولي فكان ديوي يخص باهتمامه ومال البيئة الاجتماعية من أثر على سلوك الإنسان وعلى التفاعل بينهما وكان يرى أن العداد لا الغرائز هي مفتاح علم النفس الاجتماعي وأكد كولي وميد وأن نقطة شخصية الإنسان وأنما تعتمد على تفاعله الدام مع الجماعة والواقع أن كولي من أهم الباحثين الأمريكيين الذين دفعوا بعلم النفس الاجتماعي إلى دراسة التوافع والإعلام والمشاركة الاجتماعية كما أن دين لاب أعلن إنكاره الواضح للغراز في بحث نشاره عام 1919 بإنوان حقا أن هناك غراز كما أنكر أيضا واتسون الغرائز في كتابه السلوكية أما ثورن ناين دينك فيشير في جهته في كتابه مقدما لعلم النفس الاجتماعي إلى أهمية التعليم وأثره في تكوين العادات وتوجيه السلوك الإنسان كما يعتبر ظهور المدرسة السلوكية بزعامة واتسون في الولايات المتحدة ثورة في مجال تطور علم النفس الاجتماعي حيث أن واتسون يشير إلى وجود بناء ميكانيكي لكان البشر يرتبط ويتحد بالبيئة الاجتماعية فالظواهر النفسية تتحدد في ضوء المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه الإنسان وفي عام 1924 وجه علم النفس في روسيا بعد ثورة البلشفية اهتمامه للمشاكل والتجمعات والجماعات بدلا من سلوك الفرد ولهذا استخدم العالم الروسي بشترو ديلانج جماعات الوجه لوجه وذلك لمعرفة التأثير المناقشة في تعديل المعتقدات الفرد السابقة وبعد ذلك تركزت بحوث علم النفس السوفيتي على الدراسات الخاصة بالتعاون والمنافسة كما ظهرت في دراسات بولدرف أما عالم النفس الألماني والأمريكي الجنسية كيرد ليفين فقد اهتم بما يسمى المجال النفسي وبديناميات الجماعة في علم النفس الاجتماعي حيث ركزت على دراسة الفرد في تفاعله مع المثيرات المختلفة التي تتضمن المواقف الاجتماعية المتباينة التي يتعرض لها وما يجعله يكتسب منها خبرات قد تكون سارة وقد تكون مؤلمة في تشكيل سلوكياته وتجدد ملامحها بشكل عام وأن هذا ما قصده ليفين من مفهوم المجال النفسي للفرد أما فيما يتعلق بديناميات الجماعة فيرى ليفين أن أي تغير قد يحدث في جزء فإنه يأثر عليها بأكملها على اعتبار أنها وحدة ديناميكية متماسكة لا يمكن فصل أي جزء منها عن بقية أجزائها مما يحتم ضرورة البحث في العلاقات الاستنباطية بين ظاهرة وأخرى متعلقة بها الاعتماد على بعضها فلا يمكن دراسة أي منها بمعزل عن الثانية وهذا وقد أصبح لعلم النفس الاجتماعي دوريات عديدة من ضمنها تلك التي نشرت عام 1921 باسم مجالة علم النفس الاجتماعي والتي أصبح اسمها حاليا مجالة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي بإشراف وليام جز ماك جيوري بقسم علم النفس جامعة كاريفونية وهذه المجلة تختص بالبحث والنظريات المتعلقة بالعمليات الاجتماعية وديناميات الشخصية مثل التفاعل الاجتماعي والعوامل الاجتماعية في الإدراك وتغير الاتجاهة والتأثير الاجتماعي والعوامل النفسية في الأنظمة الاجتماعية إلى آخرين وعمليات التنشئ الاجتماعية للطفل الراشد والدوافع الاجتماعية هذا وقد انشأ في جامعة كولومبيا قسم خاص باسم قسم علم النفس الاجتماعي منذ عام 1965 وهو أول قسم النعوي في العالم ولكن أبحاث في علم النفس الاجتماعي سيد الزداد يوما بعد يوم يتتماشى مع التطورات العلمية الحديثة في هذا القرن مماشئة وأن يغير من مستقبل هذا العلم ويساهم في خلق نظريات جديدة حيث أن التطورات التكنولوجية الحديثة تستعمل بشكل أفضل في دراسة السلوك الفرد والجماعة شكرا جزيلا لحسن استماعكم كانت معكم المدرس المساعد سوزان سالم المندلاوية التدريسية في قسم الانتروبولوجيا والاجتماع الجامعة المستنصرية كلية الآداء إن شاء الله سألتقيكم في محاضرات قادمة عن مناهج البحث في علم النفس الاجتماعي